موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزيزي طلبة صف الحادي عشر عالمي أهلا وسهلا بكم في حلقة جيدة من حلقات دروس مادة الرياضيات تحديدا الفترة الدراسية الأولى الوحدة السادسة سوف نتعرف عزيزي الطالب اليوم على مفهوم القاعدة التجريبية ما هي القاعدة التجريبية عزيزي الطالب؟ نبدأ الآن عزيزي الطالب أولا لنتعرف على التوزيع الطبيعي أولا تعلمنا مما سبق توزيع قيم البيانات بحسب قيم التوصل الحسابي والوسيط مقارنة مع قيمة المنوان أولا التوزيع الطبيعي هو توزيع البيانات بشكل متماثل حول المتوسط الحسابي والمنحل التكراري الذي يمثل هذه البيانات ويأخذ شكل الجرس كما تلاحظ يجد الطالب من خلال المنحنة التكراري الذي يكون على شكل الجرس ومن خواص أيضا المنحنة التوزيع الطبيعي أن يكون على شكل جرس ومتماثل حول المتوسط الحسابي وأيضا من الخواص أن تتساوى فيه قيم المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال يعني أنا عندي المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال يعطيني نفس القيمة وأيضا الخاصية الأخرى أن ينحدر طرفها تدريجيا يمتدان إلى ما نهاية كما نلاحظ من خلال الشكل أن الطرفان يمتدان إلى ما نهاية وينحدر طرفها بشكل تدريجي وأيضا الملاحظة المهمة لا يلتقيان مع المحور الأفقي أبدا الآن عزيزي الطالب منتقل إلى مفهوم القاعدة التجريبية تستخدم القاعدة التجريبية لدراسة الجودة في المواقف إحصائية متعددة لعينات ذات قيمة مفردة محددة ويمكن اتخاذ القرارات المناسبة على الضوء هذه الدراسة يعني عزيز الطالب يقول على الافتراض أن لدينا مجموعة بيانات كمية يسمى X وجدنا المتوصل الحسابي وأيضا والانحراف المعياري الذي رمزه Sigma لقيم هذه البيانات وتبعين أيضا أن منحن التكرار وهو على شكل جالس كما اتفقنا عزيز الطالب يمكننا عندها تطبيق القاعدة التجريبية التي نصر على ما يعيد إذا كانت مثلا حوالي 68% من قيم هذه البيانات من ناحة عزيز الطالب 68% يكون حول المتوصل الحسابي تنتمي للفترة المتوصل الحسابي ناقص الانحراف المعياري وأيضا المتوصل الحسابي زائد الانحراف المعياري يعني X bar ناقص Sigma أيضا X bar زائد Sigma بهذا الطريقة الآن أيضا إذا كان حوالي 95% من قيم هذه البيانات تنتمي أيضا الفترة المتوصل الحسابي ناقص 2 ضرب انحراف المعياري طبعا الفترة وأيضا المتوصل الحسابي زائد 2 ضرب انحراف المعياري يكون بهذه أيضا الطريقة نحن عزيز الطالب الشكل الجالس ويكون 95% وتكون الفترة المتوصل الحسابي ناقص 2 ضرب انحراف المعياري والمتوصل الحسابي زائد 2 ضرب انحراف المعياري أما إذا كانت 99% النسبة 99.7% من قيم هذه البيانات تنتمي للفترة هذه اللي هي متوصل الحسابي ناقص 3 ضرب انحراف المعياري والمتوصل الحسابي زائد 3 ضرب انحراف المعياري يعني نقول X bar ناقص 3 ضرب Sigma و X bar زائد 3 ضرب Sigma ويكون الشكل الجرس بهذه الطريقة الآن عزيز الطالب يبنى الشكل الآتي التوزيعات الثلاث للفترات الثلاث ونسبة المويد شوفوا العزيز العلاقة بينهم ويضا نلاحظ كما أخذنا في السابق أن العلاقة تكون بهذه الطريقة ننتقل عزيز الطالب الآن اللي حاول أن تحل صفحة 218 كتاب الطالب رقم 1 يقول لي لاحظت شركة تجارية أن المتوصل الحسابي لأرباحها 475 دينارا بانحراف المعياري 115 دينار الآن كما انتفقنا المتوصل الحسابي هنا 475 الانحراف لمعياري 115 أولا طلب مني تطبيق القاعدة التجريبية أولا مثل ما قلنا X bar يساوي 475 والسيجما تساوي 115 تطبيق قاعدة تجريبية أولا لما تكون البيانات حوالي 68% من الأرباح تقع على الفترة مثل ما اتفقنا X bar ناقص السيجما والX bar زائد السيجما يعني 475 ناقص 115 و 475 زائد 115 فتصبح الفترة اللي هي 360 و 590 أما إذا كانت تبيانات حوالي 95% من الأرباح بنفس الطريقة وتلقى هنا اللي هي X bar ناقص 2 ضرب السيجما و X bar زائد 2 ضرب السيجما فيصبح عندي اللي هي 475 ناقص 230 و 475 زائد 230 فتصبح الفترة عندي 245 و 705 أيضا إذا كانت البيانات حوالي 99.7 من الأرباح تقع على الفترة X bar ناقص 3 مثل ما اتفقنا ما تكون البيانات 99.7 فاصل 7 تكون X bar ناقص 3 ضرب السيجما و X bar زائد 3 ضرب السيجما وبالتعويض فتصبح عندي تصبح عندي تصبح عندي الفترة 130 و 820 الآن الطلب B طلب مني قالي هل وصلت أرباح هذه الشركة إلى 750 دينارا فسر ذلك أولا نلاحظ أن المبلغ 750 دينارا يقع داخل الفترة من 130 إلى 22 والتي تناظر البيانات النسبة هي 99.7 من الأرباح لذلك من المتوقع أن تكون هذه الأرباح قد وصلت إلى المبلغ 750 انتقل عزي الطالب الآن إلى حاول أن تحل صفحة 219 كتاب الطالب رقم 2 يقول لي يعلن مصنع لإنتاج المصابيح الكهربائية أن متوسط عمر المصباح الكهربائي من النوع A هو 700 هرتز بانحراب معياري 100 هرتز هل الأفتراض أن المنحنى الممثل لتوزيع عمر مصابيح الكهربائي يخترب كثيرا من التوزيع الطبيعي أولا طلب مني تطبيق القاعدة التجريبية وثانيا أوجد نسبة المأوية للمصباح الكهربائي من النوع A التي يزيد عمرها عن 500 هرتز أوجد نسبة المأوية للمصباح الكهربائي من نوع A والتي يقل عمرها عن 400 هرتز أولا تطبيق القاعدة التجريبية اتفقنا أولا أول شيء نطلع عزيز الطالب المتوسط الحسابي اللي هو 700 وإذا نطلع نوجد الانحراف المعياري السقمة اللي هو 100 الآن نطبق القاعدة التجريبية إذا كانت بيانات حوالي في مرة 60% وتطبيق الفترة اللي هي متوسط حسابي ناقص السقمة ومتوسط حسابي زائد السقمة فيتصبح عند الفترة اللي هي 600 وأيضا 800 أيضا لما تكون البيانات بنسبة 95% من المصابيح الكهربائية عمرها تقع عند الفترة نطبق القاعدة اللي هي تقول لي X bar ناقص 2 ضرب السقمة وX bar زائد 2 ضرب السقمة وبالتعويض فإن الفترة تكون 500 و900 أما لما تكون البيانات حوالي 99.7 من 10 من 100 من المصابيح نطبق القاعدة اللي هي تقول لي X bar ناقص 3 ضرب السقمة وX bar زائد 3 ضرب السقمة وأيضا بالتعويض فتصبح عند الفترة أربعمية الفترة بين أربعمية وألف ونلاحظ عزيزي الطالب شكل الجرس وعنده التعويض فيه الآن عزيزي الطالب الطلب بي قال لي بما أن المنحنة المثل لتوزيع عمر المصابيح الثهربائية يقترب كثيرا من التوزيع الطبيعي نلاحظ عزيزي من الرسم أعلام أن النسبة عند جمعها اللي هي 13.5 مليمية وجميع النسب فتصبح عند النسبة 97.5 من 10 مليمية أي أن 97.5 من 10 يزيد عمرها عن 500 درجة بفضل أن هذا ما تعلنه هذه الشركة صحيحا إذن النسبة هي 97.5 مليمية الآن الطلب سي عزيزي الطالب الطلب مني الطلب سي أن أوجد نسبة المنحنة المصابيح الكهربائية من النوع A والتي يقل عمرها عن 400 يبين المنحنة المثل لعمر المصابيح أن 0 مليمية من هذه البطالية يقل عمرها عن 400 وذلك يفرض أن ما تعلن هذه الشركة صحيحا على فرض أن الأهمال 0.15 مليمية درجة مليمية وبهذا عزيزي الطالب نتمنى الاستفادة من هذه الدرس وننتقى في حلقات قادمة ترجمة نانسي قنقر